مع كل تحرك عسكري أو سياسي تتجه الأنظار نحو إيران التي تواجه تهمات إقليمية وإدانات دورية لتدخلاتها في اليمن كثفت طهران في الأوينة الأخيرة بحسب تقرير حديث لوكالتي رويترز دعمها لجماعة الحوثي بالأسلحة المتطورة الدعم الذي استمر دون انقطاع بتأكيد مسؤول عسكري أمريكي منذ مارس 2016 تستخرم إيران كما قالت مصادر غربية وأقليمية لرويترز سفنا لتوصيل إمداداتها عبر الصومال حيث يتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها مستثمرة الصعوبات التي يواجهها التحالف العربي في مراقبة السواحل اليمنية بحسب تصريح للواء أحمد عسيري في العام الماضي اعترضت البحرية الفرنسية كما يفيد التقرير أسلحة إيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي بينما دمرت قوات خفر السواحل هذا الشهر ألغاما إيرانية قرب المكلة في ظل اتهامات دورية بحصول الميليشيا على صواريخ إيرانية مضادة للسفن وأخرى محمولة على الكتف يوضح التقرير أن إيران وفرت بحسب مصادر إيرانية خبراء أمنيين كمدربين ومستشارين من بينهم أفغان قاتلوا في سوريا بينما عقدت الشهر الماضي اجتماعا بقيادة قائد فيلق القدس قاسم سليماني ضم كبار مسؤولي الحرس الثوري وتم الاتفاق فيه على زيادة حجم التدريب والسلاح والمال للحوثي تبدو إيران إذن مصرة على كسب معركة اليمن فهي بحسب دبلوماسيين غربيين تسعى بكل قوتها لتمكين ميليشيا الحوثي في اليمن ليكون قوة معطلة على غرار حزب الله في لبنان اشتركوا في القناة